أعوذ بالله من الشلطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على زراط مستقيم تعزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما منذر آبادهم فهم غافلون لقد عقل قول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا رفي يعناقهم غلالا فهي إلى اللذقان فهم مضعون وجعلنا من بين أيديهم سدهم ومن خلقهم سدهم فعصيناهم فهم لا يؤسرون وسواء عليهم أنذرتهم من لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخصي الرحمن بالغيب فبصروا بمغفرة واجر كريم إننا نعلم الموتى ونكتب ما قده وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إيمان مبين وضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءهم رسلون إذا أرسلنا إلى المثنين فكذبوهما فعسسنا مثال ذي فقالوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَسَلُّنْ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانَ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْسَيْءٍ إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا تَكِذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْمُنَّا إِلَيْكُمْ مِرْسَلُونَ وما علينا إلا البناء الأبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنطه لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب نليم قالوا طائركم معكم أي مذكرتم بأنتم قول مصرفون وجاء من قص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا ومهتدون وما لي لا أعذب الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من مدونه يعني أتمني إن يرد ذر رحمان إن يرد ذر رحمان ببرر لا تضني عندي سفاعته مسير ولا ينقذون إني إذا لفي الغنان مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجادني من الكرمين وما أنزلنا على قومي من بعد جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله صيعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي بالرسول للا كانوا به يسترزمون ألم يروا كما ولكنا قبلا من القرود أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميل لدينا محطرون وعاتوا اللهم الأرض البيتة أحيينا لها وخرجنا لها عبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخير وأعنام وفدرنا فيها من العون ليأكلوا من ثمره وماملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يألمون وأعطوا لهم الليل نسلق منهم نهار فإذا هم مظلمون والسمس تجري لمستقر منها ذلك تقدير العزيز العليم فالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعوجون القديم لسلس ينفضيلا تدرك القمر وليل سابط النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا بريتهم في الفلك المسعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نسأل بريتهم فلا صريخ لهم ولا هم قضون إلا رحمة منا ومكان إلا حين وإذا طيل لكم نطقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معلغين وإذا قيل لكم في القلم ما رسبكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ومطعموا من لو يشاء الله وطعمه إلا أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون مكاذا الواد إن كنتم صادقين ما انظرون إلا صيعة واحدة وتأخذوا من يخسرون فلا يستطيعون ترسيطا ولا إلى أهدهم يرجعون وانفق في السور فإذا من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا من جمع لدينا محفرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبن فاكهون هو أصواج في ظلال على الأرائك متهيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرعيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عادي لكم يا بني يا بما لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وانعبدوني هذا يسركم مستوطين ولقد أظلمكم جبلا كثيرا أفلم تكن تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوا اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتسعد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمثنا على أعلم فاستغضوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكان ديم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمروا ننكسوا في الخرطية فلا يعقلون وما علمناه السجرة ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان عين ويعق القول على الكافرين أولو يروا أننا خلقنا له إن معلت أيدينا نعم فهو لنا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يقلون ولو فيها منافع ومسارب أفلا يسترون واتخذوا من مدون الله آلهة لعلم لا يستطيعون نصرا وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى المنسان أننا خلقناه من مطفة مفيدا وخسيم مبين وضرب لنا مثلا ومسيخا قال من يحيي الزوم وهي رهيم قل يحيي الذي ينسى ولا مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وخيدا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاط العليم إِنَّمَا يَعْرُونَ إِذَا عَرَانَ شَيْءًا مَنْ يَطُولَ لَنْكُمْ فَيَكُونَ فَسُبْعَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَنَبُوتُ كُلِّ شِيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ